ترجمة نانسي قنقر أصبحت السيناريوهات والخطط الاستباقية محوراً رئيساً في وسائل المكافحة بشكل عام والتصدي لخطر الإرهاب بشكل خاص وفي هذا السياق يعتمد العمل العسكري والأمني لمواجهة الإرهاب خططاً تنسيقية يتم تنفيذها ميدانياً بموجب منهج علمي وفكر استراتيجي منضبط وعلى هذا الأساس تم وضع الأطر والمبادئ الخاصة بالتمرين الوطني المشترك لمكافحة الإرهاب حرس المملكة واحد وفي مقدمتها توفر أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية لدى القوات المشاركة من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني هم لا شك فيه أن هذا التمرين يأتي أيضاً من ضمن التمرين أو الخطط العشكرية اللي يتم فيها التنسيق بين قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والوجارة الداخلية فهذا التمرين طبعاً لا أهمية كبيرة من حيث التنسيق والإعداد والمشاركة في كيفية التعاون بين هذه الأجهزة مجتمعها وهذا هو الاجتماع الأول الذي يجتمع فيه ثلاث عناصر رئيسية ومهمة في حفظ الأمن في مملكة البحرين طبعاً رفع الجهوزية الغتالية أو الإدارية هذا يعني أننا نستطيع أن نتلافع أي تقصير لو لا سمح الله حصل عندنا حدث حي وفعلي على الأرض ولذلك دائماً الجيوش والأجهزة الأمنية تعمل من هذا المنطلق على أساس أنها تتلافع بعض الأشياء الإدارية أو الجستية في أثناء التمارين فهذا أيضاً يعطيها رؤية مستقبلية للتمارين العملية الفعلية لا سمح الله وبالتوازي مع هذا العمل العسكري والأمني المشترك يأتي الدور المجتمعي والذي يعد أمراً نزاماً في المنظومة الوطنية لمكافحة الإرهاب إذ لا بد وأن يكون للفكر الاستراتيجي والميداني ظهير مجتمعي لمكافحة الإرهاب المواطن عليه دور وعليه مسؤولية في المساهمة في هذا يكون أولاً يلتزم الحذر ويبلغ عن كل ما يشك فيه بأنه قد يعرض سلامة وأمن هذا البلد ما يمكن أن يحقق هذا التبريد هو زيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة لأن بدون التنسيق لا يمكن أن يكون هناك دافع فعلي لردع الإرهاب وغيره من الأنشطة يبقى التمرين الوطني المشترك لمكافحة الإرهاب حرس المملكة واحد بداية لنوعية محددة من التمارين التي من شأنها رفع معدلات الجاهزية لمكافحة الإرهاب والمؤكد أن هذه البداية تبشر بمرحلة متقدمة في مجال تعزيز القدرات الوطنية بما يسهم في النهاية في حفظ أمن الوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر